دليل التنصير المؤلف ربا دهود مجيد قعوار جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف الفصل الثاني ردا على رسالة الخلاص سادسا الخلاص إن الإنسان منذ بداية التاريخ حاول بشتى الطرق إيجاد طريقة للخلاص من شعوره بالذنب وبحثه عن السعادة الأبدية وانتهاء الألم من حياته وإن الإنسان العاقل يعلم أنه عندما يفعل شيئا ما خاطئا طبقا لنظامه الأخلاقي فإنه يشعر بالذنب والألم وقد تصيبه أزمة نفسية لذلك ويحاول التخلص منها بأي طريقة من الطرق وتعددت الطرق في الحصول على الخلاص من خلال الديانات المختلفة فالخلاص عند الهندوس هو الرجوع عن ما كان يفعله خاطئا والمحاولات الجاهدة للأعمال الصالحة أما عند المسيحية فالخلاص هو عن طريق سفك الدم ففي الكتاب المقدس ورد أنه من دون سفك دم لا تحصل مغفرة وبذلك فإن الطريقة الوحيدة للخلاص هي الكفارة بإهراق الدماء وعند اليهودية في ضوء المسيحية يرى اللاهوتيون بأن الخلاص كان عن طريق الذبائح فقط وأن الله أنزل نظام الذبائح والمحرقات لدى صبط لاوي وهو الصبط الذي اختاره الله ليخدم في هيكل سليمان وينظم عملية الذبائح الكفارية للشعب فكل شخص فعل خطيئة أو ذنبا ما عليه أن يفعل إلا أن يحضر كبشا ويذبحه ويرى الدم وهو سائل من هذا الحيوان وكانت العادة أن الشخص الخاطئ يضع يده على رأس الخروف فتنتقل خطيئته من الإنسان إلى الحيوان ويكون هذا الحيوان فاديا للإنسان وتعذر على الناس فعل هذا باستمرار فالطبيعة البشرية دائما ما تخطئ واعتقد المسيحيون أن الطريق الوحيد للخلاص هو مجيء ابن الإنسان المسيح وهو الله نفسه أي إنسان بلا خطية لأن الله الوحيد هو الذي بدون خطية كي يفدي البشرية ويكون هو الفدية العظمى عن العالم كله وكأن الله في صورة إنسان هو الخروف الذي ذبح من أجل خلاص الناس والعياذ بالله إذن فإن اعتقاد المسيحيين في الفداء أنه لابد من سفك دم وعمل أطحية من أجل خلاص الإنسان ولكن هل الكتاب المقدس يذكر طريقة الخلاص عن طريق سفك الدم؟ لماذا قدم الناس الذبائح في العهد القديم؟ هل هو من أجل الخطية والكفارة؟ يقال أن الله علم آدم وحواء كيف يذبحون الفدية من أجل الخلاص والدليل على ذلك أنه بعدما كانا يستران عوراتهما بورق الشجر أصبحا يلبسان الجلد فذبح الله أمامهما كبشا وأراهما كيف تفعل الذبيحة هذا ما هو مذكور بالتلمود في التكوين تلاتة واحد وعشرين يقول وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما ولكن النص لا يذكر أن الله فعل ذلك من أجل الخطية وأنه ذبح حيوانا كفدية أيضا قايين أي قابيل وهبيل في التكوين أربعة ثلاثة وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب إذن فإن الذبيحة هنا كانت تقربا لله وليس للخطية وأيضا نوح عليه السلام في سفر التكوين الإصحاح الثامن وعدد عشرين يقول وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت هنا الذبيحة كانت شكرا لله وليس فداء من الخطية أما إبراهيم عليه السلام ففي التكوين خمسة تسعة يقول فقال له خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه وأما الطير فلم يشقه كان سبب هذه الذبيحة لإقامة عهدا ما بين الله وإبراهيم ووعد الله إبراهيم أنه سيكثر نسله وأنه سيعطيه الأرض كنعان سابقا فلسطين حاليا وليس فداء من الخطيئة وأيوب في سفر الأيوب الإصحاح 42 على الثمانية والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش واذهبوا إلى عبد أيوب وأصعدوا محرقة لأجل أنفسكم وعبد أيوب يصلي من أجلكم لأني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم لأنكم لم تقولوا فيي الصواب كعبد أيوب فإذا صنع أيوب ذبائحه ومحرقاته كفارات عن الخطايا أما موسى في سفر الخروج 20-24 يقول مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقارك في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك فإذا ذبائح موسى قبل نزول نظام الشريعة كانت سلامة أي شكر وحمد لله وليس فداء من الخطيئة وسفر داود في سموئيل الثاني 24-25 يقول وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة واستجاب الرب من أجل الأرض فكفت الضربة عن إسرائيل فأصعد داود محرقته من أجل طلبه المعونة وليس للخطيئة أما سليمان عليه السلام في ملوك الأول 9-25 يقول وكان سليمان يصعد ثلاث مرات في السنة محرقات وذبائح سلامة على المذبح الذي بناه للرب وكان يوقد على الذي أمام الرب وأكمل البيت أي أقام سليمان نظام الذبائح كعادة وليس من أجل الخطيئة إذن فليس من الضرورة أن يذبح الشعب الإسرائيلي من أجل التكفير عن الخطيئة والذنوب إن هناك أكثر من تسع ذبائح مذكورة في الكتاب المقدس واحدة منهم فقط تعنا بالخطيئة والذنب وهي الفدية ككفارة عن الشخص الذي عصى ربه الذبائح التسع المذكورة في الكتاب المقدس أولا ذبيحة مولك لفظة مولك هي اسم كنعاني معناه ملك وهدف اللاويين 18-21 ثانيا ذبيحة الأبكار كما في خروج 13-2 ثالثا ذبيحة الختام أي ذبيحة الختامية فيها يتم كل شيء كما في خروج 20-24 خامسا ذبيحة الخطيئة وهي ذبيحة التطهير التي تقترف بدون إرادة اسمها في اللغة العبرية هايتهيت أليف تاف أو حاطات التي ترتبط بمصدر فعل حطى أي خطأ وهذا في خروج 29-36 سالسا ذبيحة السلامة تسمى هذه الذبيحة ذاباحة أي الذبح أو النحر وهذا في صمويل الأولى 21-26 سابعا ذبيحة الصباح الفرائض المتعلقة بذبيحة الصباح موجودة في خروج 29-38 ثامنا ذبيحة المساء نطقها في اللغة العربية منحة أو غرب أو عرب تقدمة الغروب وهذا في خروج 29-38 تاسعا ذبيحة الذراع فالذراع تستعمل الحديث عن القوة كمثال ذراع الله هي قدرة الله فقد ظهرت في خلق العال كما في مزمور 89-11 والمثير للحفيظة أن المسيحيين استشهدوا بهذه الذبيحة فقط حتى يقولوا بالنهاية أن المسيح عليه السلام كان الذبيحة الأخيرة العظمى والفدية عن خطايا البشرية يقول القص هاني كرم من كنيسة الإيمان بمنهرة في سفر اللاويين هناك أربعة ذبائح رئيسية وتسمى أيضا قرابين تسمى تقدمة الدقيق وهي قربان ليس فيه سفق دم إن كل تلك القرابين التي كان شعب الإسرائيلي يقدمها للرب ما هي إلا دلائل تشير إلى الذبيحة الأعظم الذي سيأتي لقد أتى الرب يسوع المسيح وقال لنا ما جئت لأنقض بل لأكمل ويكمل القص هاني كرم تستخدم في الكتاب ثلاث كلمات أولا ذبيحة تتضمن سفق دم من البقر والغنم والماعز بشرط أن تكون صحيحة وبلا عيب ثالثا قربان وتتضمن تقدمة الدقيق ثالثا التقدمة تتضمن كلا من الذبيحة أو القربان الدقيق أو البكورات توجد خمسة أنواع من التقديمات أولا المحرقة ثانيا قربان الدقيق ثالثا ذبيحة السلامة رابعا ذبيحة الخطية خامسا ذبيحة الإثم وكانت المحرقة ترتبط بمفهوم دم الكفارة إذ كان للدم أهمية كبيرة فيها ولكن هناك تشديد أيضا على سلخ وتقطيع الذبيحة وغسل الأحشاء والأكارع أي الأجزاء غير الطاهرة بماء وترتيب القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب المشتعل على المذبح كما في لويين 1-6-9-12-13 ويوقد الجميع على المذبح وقودا رائحة سرور للرب وكان جلد المحرقة يعطى للكاهن الذي قرب الذبيحة المحرقة هي الذبيحة الوحيدة التي كانت تحرق بتمامها وهي تشير إلى قبول الشخص أمام الله هذا معناه أن المحرقة لا تؤكل يقول القص هاني كرم أنها ترمز إلى موت المسيح واكتفاء العدالة الإلهية بكفارة المسيح أي أن الله رضي عني في عمل المسيح على الصليب وأنه تمم مشيئة الآب وكما قيل أن المحرقة رائحة سرور لله هكذا يقول الكتاب وتقدمة الدقيق لا تمثل الكفارة ولا الفداء في شيء لماذا؟ لأنها خالية من الدم فهي تمثل حياة المسيح الشخصية كخادم للرب ممسوح للخدمة هذه التقدمة أخذت أشكالا متعددة كالدقيق والفطير والفريك على أي الحالات كله خبز وكله حبة حنطة وكله دقيق أي الكل يرمز للحياة صاحب هذه التقدمة وضع اللبان واللبان هو أحد مركبات البخور واللبان يمثل الكهنوت فالمسيح كان رئيس كهنتنا فالمسيح كان يحترق من أجل الآخرين لكي يقدم رائحة سرور هذا كان قول أحد قصاوسة الكنيسة الإنجلية والكنائس الأرثوذكسية واللاتينية توافق على ذلك أيضاً فإذا كانت المحرقة والتي ترمز للمسيح في العهد الجديد حسب اعتقاد المسيحيين لا تؤكل بل تحرق على المذبح فلماذا يأكل المسيحيون جسد المسيح في المناولة أي اجتماع كسر الخبز كتذكاراً لصلبه ويشربون الخمر أو عصير العنب كتذكاراً لدمه المسفوك أليس هذا كسراً لشريعة موسى والتي تنص أن المحرقة لا تؤكل بل يجب أن تحرق كلها ويمكن أن نتساءل هل الله يريد ذبائح كفارية حتى يخلص الإنسان دعونا نتأمل بنصوص الكتاب المقدس ونرى ماذا يقول يهوى في الكتاب المقدس اليهودي في صموئيل الأول 15-22 يقول فقال صموئيل هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش لذلك صموئيل يحث الشعب أن يستمعوا إلى كلام الرب وأن يطيعوه بدلاً من ذبح الذبائح هل الأنبياء في العهد القديم كانوا يعلمون ويعظون بذبح الذبائح للخلاص في حسقيالة 14-6 يقول لذلك قل لبيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب توبوا وارجعوا عن أصنامكم وعن كل رجاساتكم اصرفوا وجوهكم وأكادوا أن أجزم أن كل نبي أرسله الله في العهد القديم كان يؤنب الشعب ويناديهم للعودة إلى طريق الله وتحويل قلوبهم من الشر والرجس إلى الطهارة والقداسة ومثال ذلك أرمياء الذي كان يردد كلمة شوف بالعبرية ومعناها عودوا أي توبوا إلى الرب وردت في سفره أكثر من مئة مرة وجميع هؤلاء الأنبياء لم ينادوا بذبح الذبائح والكفارات في متى 3-2 يقول قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات هذا ما كان ينادي به يحن المعمدان أن يحيى عليه السلام أثناء دعوته لبني إسرائيل ولم يكن ينادي بذبح الذبائح والكفارات هل كان المسيح يعلم بذبح الذبائح للخلاص في متى 4-17 يقول من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات إذن نجد أن المسيح لم ينادي بذبح الذبائح والكفارات ولا أذكر أن تلاميذه ذهبوا إلى الهيكل لتقديم الذبائح هل كان التلاميذ يعلمون بأن الذبيح صلب المسيح وقيامته هي الطريقة للخلاص في أعمال الرسل 2-38 يقول فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس وكانت المعمودية التي تعمد بها المؤمنون هي معمودية التوبة التي كان ينادي بها يحنى المعمدان أي يحيى قبل يسوع عليهما السلام ولم تكن كما يذكر بولوس عن موت ودفن يسوع وقيامته من الأموات كما أننا نجد أن التلاميذ لم يبشروا بأن يسوع المسيح هو الضحية الكفارية عن الخطايا وإنما كانوا ينادون بالتوبة والعودة إلى الله حسنا ماذا عن بولوس؟ بما أن المسيحيين يزعمون بأن بولوس هو مؤسس العقيدة المسيحية التي نستهلها من رسائله فلا بد له أن يقول أن المسيح هو الفدية عننا ولا حاجة لنا أن نذبح الذبائح بعد بل يجب أن نؤمن بيسوع ربا ونقبل تضحيته على الصليب هذا ما هو مفترض وبالتالي على بولوس التوقف عن ذبح الذبائح فهل توقف بولوس عن ذبح الذبائح رغم إيمانه بالمسيح؟ في أعمال الرسل 21-26 يقول حينئذ أخذ بولوس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان ماذا؟ قدم قربانا هو والرجال الذين معه؟ أي أن كل واحد منهم ذبح ذبيحة وقدمها على المذبح وكأنه عاد ومارس شريعة موسى هل يعقل هذا؟ فإذا كان بولوس نفسه مؤسس المسيحية ما زال يذبح الذبائح ويقدم القرابين فهذا معناه أن الخلاص ليس بالفداء ولا بالذبائح ولا بسفك الدم وإنما الخلاص الحقيقي هو العودة إلى الله والتوبة له والإيمان به وحده لا شريك له ولنتذكر أعظم وصية وضعت في الكتاب المقدس هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك أي أن تكون عبادتك لله خالص له وحده وأن لا تعبد غيره فهذا هو الخلاص الحقيقي ومن أجمل الأدعية التي دعاها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في محبة الله عز وجل وعبادته اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربني إلى حبك الله ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الضمأ اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بقلبي كله اللهم اجعل حبي كله لك وكل سعي في مرضاتك آمين اللهم اجعله بحبove brown